بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أبناء طلاب الصف السادس بمدارس العبير الأهلية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقل اليوم مع الدرس الثالث في الفصل الثاني وهو بعنوان التمثيل بالنقاط أخذنا طبعا التمثيل بالعمدة والتمثيل بالخطوط اليوم إن شاء الله تعالى بناخد التمثيل بالنقاط فكرة الدرس لأن أعرض البيانات وأحللها وأفسرها بتستعمال التمثيل بالنقاط مفردات اليوم مفردة واحدة أو مفهومة واحدة هو التمثيل بالنقاط نشوف نستعد هنا الجدول الأمامي ليبين العمر المتوسط للعمر المتوقع لعدد من الحيوانات بالسنوات أنا أجبع الأسئلة كذا ما عدد الحيوانات التي عمرها المتوقع 15 سنة كام هنا حيوان عمره متوقع 15 سنة أدى واحد هذا إيه اتنى إبقى كام اتنى عدد الحيوانات التي عمرها المتوقع من عشرة إلى خمستاش أعد من عشرة حتى خمستاش يلا هذا واحد ادنين ثلاثة أربعة خمس إبقى كام خمس حيوانات مرة والعمر متوقع أكبر عدد هنا كام أيوة عشرين أكثر عمره متوقع أيوة ثلاثة تعالوا مع بعض بقى نشوف إيه هو التمثيل بالنقاط تمثيل بالنقاط هو شكل يوضح تكرار البيانات على خط الأعداد يبقى أنا أرسم خط أعداد وذلك بوضع إشارة إكس فوق كل عدد من أعداد البيانات على خط الأعداد في كل مرة يظهر فيها ذلك العدد تعالوا نوضح كلام ده بمثال يوضح لنا هذا الكلام هنا مسل البيانات الوردة في الجدوى الأعلى بالنقاط اللي هو نفس الجدوى اللي إحنا خدناه من شوي بعمل إيه؟ باجي هنا أرسم وأشوف أقل هنا الأول أقل عدد وأكبر إيه؟ وأكبر عدد تمام؟ وأجي على خط الأعداد أقل عدد كام؟ ثلاثة وأكبر عدد عشرين يبقى أبدأ هنا ممكن أبدأ بالثلاثة أو أسأل حاجة أبدأ بالصفر لغيط كام؟ عشرين بس عشان أكتب من الصفر حتى العشرين هيصير زحمة هنا تحت خط الأعداد فنعمل إيه؟ هنبدأ هنا نكتب الصفر والواحد مش لازم أكتبه أهل شرطك فيها بس اتنين ثلاثة أربعة والخامسة تكون إيه؟ طويلة كده فين التلاتة؟ آهي الأربعة اللي اتنين هي الواحدة يلا هكذا يلا يبقى هنا أربع شرطات ستة سبعة تبني تسعة والعشرة طويلة شوية أهو عشان إيه؟ ما يصيرش زحمة تحت حداشر اتناشر تلاتاشر أربعة تاشر خمستاشر ستتاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين لو كتبت من صفر حتى عشرين ما فيش مشكلة صح لكن عشرين ما يتسويش ايه؟ هتزحم يبقى انا عرفت فين هو التمنتاشر اهي تسعتاشر اهي هنا حداشر تمام؟ هنا ستتاشر وهكذا هنبدأ بقى نقرأ العدد ونكتفوه منه ايه؟ اكس بس حاجات سالة جميلة وظريفة جدا هنا تمنتاشر يبني على الطمنتاشر فين؟ اهي اكتفوها ايه اكس اتناشر اجعل اتناشر هوت واكتفوها اكس صعبة ديات سهلة عشرين اجعل عشرين ونسوه اكس خمستاشر خمستاشر Executive Celka LIN quien 15 خمستاشر ي Entwicklung 16 rule فين التلاتين سوي ايه? ايكس. وبعدين خمسة سوي ايه? صعبة ديات? ثم اكتب عنوان للايه? اللي هو العمر متوقع لعدد متواصل العمر متوقع لعدد من الحيوانات بالسلام. طيب. هنا بقى يسهل لك الاجابات اللي احنا سألناها من شوية. هنا بقى الرسم هنا بالتنثيل بالنقاط يسهل لك الايه الرسم. فين اكبر عمر متوقع? اهو عشرين. هو اخر اكس على اليمين. تحتها مين? عشرين. اقل عمر اخر اكس على اليسار اهو. كامنة? تلاتة. اه كم حيوان عمره مسلا اه خمستاشر اهو اتنين. كم حيوان عمره من عشر خمستاشر نعد الاكسات من عشر الى خمستاشر. واحد اتنين تلاتة اربعة كامنة. يبقى التمثيل برضو بالنقاط بيسهل لك الوصول للايه? للمحلوم. نشوف تحق من حيمك ها? هنشوف طبعا هنا اقل قيمة واعلى واعلى قيمة اعهو. اقل قيمة خمسة وعشرين واعلى قيمة خمسين. خط الاعداد يمكن نبدأ بكام? هنبدأ بالخمسة وعشرين. اهو خمسة وعشرين ستة وعشرين سبا وعشرين تمانين وعشرين كده تلاتين. اعهو. بنفس اللي فات هوت. يعني اربع شرطات والخمسة طويلة يبقى دي خمسة تلاتين هيك. اذا اربعين. خمسة واربعين انا اهوت. وبعدين كام خمسة. هنقرأ بقى مع بعض. خمسة وتلاتين اهوت. اربعين. نظر كده انا هقرأ بقى وانت تنظر على خط اللي هي الاعداد. انا وصلنا عندي الاربعين. خمسة واربعين. سبعة وعشرين. تمام كده? تلاتين. نظر على خط العداد اتنين وثلاثين اهوت. وعدنا خمسة وعشرين. تلاتين. خمسة وثلاثين. خمسين. اهو. سبعة وعشرين. اتنين وثلاثين. واحد وثلاثين. اربعين. اتنين وثلاثين. تمامة وعشرين. خمسة واربعين اتنين وثلاثين وبعدين اربعين واخر حاجة كام اتنين وثلاثين واكتب ايه عنوان لهذا التمثيل بس اقدر اجب على اي سؤال من خلال هذا الايه من خلال هذا التمثيل اظن الدرس سهل ووسيط احيانا هو هنا يعطيني الايه يعطيني التمثيل جاهز ويطلب مني بعض الاسئلة عليه يساعد التمثيل بالنقاط على تحليل توزيع البيانات او معرفة طريقة تجمعها او انتشرها بسهولة تشوف مع بعض كده اهو نجيب لك التمثيل جاهز وهيطلب منك اسئلة على هذا التمثيل هنا يعرض تمثيل النقاط اتنينها درجات الطلاب في اختبار مادة الرياضيات هنا درجة الطلاب في مادة الرياضيات هنا طبعا الدرجة وعدد هنا عدد الدرجهية وهنا عدد طلاب الاكساد تمثل عدد طلاب والارقام تحت خط الاعداد تمثل ايه الدرجة الدرجة هنا من صفر حتى كام خمستاشر مع الطلاب الحاصر هنا على تامن درجات الدرجة تمانية كام هنا فوق اكس واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة بس خمسة يبقى خمس طلاب ما الفرق بين اصغر واكبر درجة من خلال التمثيل بالنقاط فين اكبر الدرجة ما حدش قول لخمستاشر لخمستاشر معلاش ايه مش تبعنا لانه معلاش اكس اخر اكس على يمين ده اكبر درجة اللي هي تحتها كام اربعتاشر واخر اكس على اليسار كام اتنين يبقى لاربعتاشر ناقص اتنين الاربعتاشر ناقص اتنين تساوي كام اتناشر درجة اكتب جملة او جملتين تحقيق البيانات اكتصف البيانات ده يتبع اي جملة تعجبك حنونا الدرجة اللي حصل عليها موز اكتر عدم من الطلاب هي درجة كام درجة تمانية وفي طالب واحد فقط حصل على اكبر درجة وهي كام وهي اربعتاشر حصل اكبر عدم من الطلاب على تمام درجات وحصل الطالب واحد على اكبر درجة في الاختبار وهي كام وهي اربعة نشوف تحكم الفيمك هنا طبعا عدد القصص وهنا كام لين تليق طلاب وهده عدد الطلاب هنا عدد طلاب وهنا عدد اللي ايه القصص ما عدد طلاب اللي لازين لديهم السلاس قصص فين السلاسة صفر واحد اتنين ثلاث كام اتنين يبقى طالبان ما عدد الطلاب اللي لديهم عشر قصص او اكثر عشرة او اكثر يبقى من فوق العشرة كام اكسبو العشرة ثم اللي عليهم كل اللي عليهم نهد يلا واحد اتنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة ايه عشر. يبقى كام عشر طلاب. اكتب جملة او جملتين لتحليل بين اي صفين. ممكن تقول هنا في اربع طلاب ليس لديهم اي قصص. تمام? وغلبي الطلاب لديهم عشر قصص او ايه? اقل لان ديت اكثر منهم. او اي عبارة ايه. يبقى اربع طلاب ليس لديهم قصص وغلبي الطلاب لديهم عشر قصص او اقل. نشوف تهكد كده. وظائف الجدول المجالي يوضح عداد المتقدمين للعشر وظائف حكومية في احدى المحافظات. مسل بالنقاط. ها? ادخل العداد واشوف اقل درجة واعلى ايه? واعلى درجة. تلاتة بستين ابدأ بكام? ونلازم ابدأ بعدد فيه ببدأ بصفر او خمس. يبقى ايه? ستين. نبدأ بايه? بالستين. وننتعه عند التمانية. ها عرفنا بقى ستين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وستين. ستة سبعة تمانية تسعة. ادى السبعين واحد سبعين اتنين وسبعين. خلاص عرفنا الطريقة. خمسة وسبعين وايه? اوصل ليه? التمانية. هنقرأ ستة وستين ادى ستة وستين اهيه? خمسة وستين هنا. ستة وستين هنا. خمسة وسبعين اهي. خمسة وستين نجي هنا. كمان خمسة وستين اربعة وستين هنا. خمسة وستين وبعدين تمانية وسبعين اهو? وبعدين تلاتة ويهه? تلاتة وستين. خلاص? اكتبنا ايه? اعداد متقدمين الوظائفة حكومي. ها? في صعوبة كده? طيب. نأتي على السؤال هنا. اعطيك رأس مطالب عليه اسئلة. ده كتل مجموعة من الاطفال بالكيلو جرومان. ده الكتلة وده عدد الاطفال. الاكسات تمثل عدد الاطفال. ما الكتلة التي يشترك فيها اربع اطفال? اشوف الاربع اكسات من العدل تحتها. لان اربع اشوف اربع اكسات فيه. دي اتنين تلاتة اتنين اربعة اكسات. واحد اتنين يبقى هاي. من القتلة هنا? عشرين كيلو ايه? اقرم. مع عدد الاطفال الذين لده كتلتهم اتنين وعشرين كيلو او اكثر. اتنين وعشرين كيلو او اكثر. يبقى اخذ الاتنين وعشرين واللي علي مين? واحد اتنين تلاتة اربعة خمس. يبقى خمس ايه? اطفال. اكتب قملة او قملتين لتحليل بينها. هتقول ليه مسلا. اي قلة عجبك? اكتب اي قلة تعجبك. يبقى الطفلين مسلا اه اه وزن كلهما كام? ستاشر كيلو ايه? جرام. تمام? وغلبية اوزنة الاطفال بين تسعة عشر وكام? يعني معظم هناك يبقى بين دي ودي. تمام? او تبدأ مسلا يبقى الطفلان وزن كلهما واربعة وعشرين جرام. وباقي الاطفال اه وزنها عشرين كيلو اتنين وعشرين كيلو جرام او اقل. او ايه? او اقل. كده يكون وصلنا لهايه الدرس. ودرس سهل بسيط جدا ان شاء الله تعالى. ونلتقي في درس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.